بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معي على قناة اميرة وكروشي معكم ميرفا تشاوت قد من جروب كروشي الاميراط. النهاردة بازن الله هنشتغل مع بعض طريقة عمل سليبر او لاكلوك سهل جدا وبسيط ويمشي لكل الاعمار. يعني تقدري تعمليه اطفال تعمليه الكبار تعمليه نسائي تعمليه رجالي زي ما انت شايفة. هو بار عن قطع واحدة زي ما انت شايفة كده وبنشبكها مع بعض. سهل جدا وبسيط في طريقته وسهل جدا كمان للمبتدئات. انا هنا اشتغلت بخيط هيمالايا افريدي وابرة تنين ونص الالومنيوم واشتغلت المقاس سبعة وتلاتين. اخد مني حوالي تمانين جرام من الخيط. ان شاء الله في الفيديو هوضح لك ازاي تكبريه وفي اخر الفيديو هقولك ازاي لو حبيت تكبريه او تصغريه هتعملي ازاي. تمام? يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الاكلوك. وقبل ما نبدأ لو لسه مشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصليت كل جديد. يلا نبدأ على بركة اللي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا هنا الاكلوك بيبدأ بعمل سلسال بطور القدم لاي سن انت عايزيه ولاي مقاس. يعني نفطرت كده ان ده القدم عندنا. فانت هتعملي سلسال طوره بيبدأ من اول هنا كده لحد هنا. تمام? سلسال بنفسه الطور ده. لاي مقاس انت عايزيه. طيب لو انت ما فيش قدامك الشخص اللي هتعمليه لك لك. فانا هنزلك في اخر الفيديو جدولين للمقاسات. واحد للاطفال وده بيبقى بالسن. بيبقى قدام كل سن طول القدم قد ايه? وعرض القدم قد ايه? فانت بتشوفي طول القدم قد ايه للسن اللي انت عايزيه وبتعملي سلاسل بنفس المقاس. وهنزلك جدول للكبار وده بيبقى بالمقاس. يعني مقاس مسلا تلاتة وعشرين بيبقى كم سنتيه. مقاس سبعة وتلاتين بيبقى كم سنتيه. فبرضو بتعملي نفس الموضوع. بتشوفي المقاس اللي انت هتعملي له كم سنتيه. وبتشوفيه في الجدول. وبتعملي سلسال بنفس المقاس. انا هنا هشتغل معاكي اللاكلوك. مقاسه هيلبس من اول ستة وتلاتين لحد تسعة وتلاتين كمان. لان انت عارفة ان الكوبوشيه بيمط معاكي. يعني هتلبسيه كده ستة وتلاتين سبعة وتلاتين مستريح. لما حتيجي تلبسيه هيوسع معكي سنة. فحيلبسك لحد تسعة وتلاتين. اول حاجة هنعمل السلسال. انا هنا هشتغل بخيط وحشتغل بابرة مقاس اتنين ونص الالوينيو. تمام? هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية بالطريقة اللي انت بتعود عليها. وهتشتغل عدد من السلسل بطول القدم اللي انت هيسيه. هتعملي سلسلة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. هتبضل يتكوي كده في عدد السلسل. لحد ما توصلي المقاس اللي انت عايزيه. اهم حاجة. ما تبقيش لا شد ايدك ولا مجيحة ايدك. كونش بتشتغل السلسل. عشان ما يطلعش اللاكلوك لا يطلع واسع منك ولا داي. انا كده اشتغلت عدد من السلسل. طلعه معي ستة وخمسين سلسلة. لو طبعا ستة وخمسين سلسلة ده بيختلف من الخيط لخيط. يعني انا هنا معي الخيط متوسط الصمك. انت ممكن لو اشتغلت بخيط اسمك يطلع عدد السلسل اقل. ولو اشتغلت بخيط ارفع يطلع عدد السلسل الاكتر. المهم انه هو المقاسة ما انت شايفة كده من اول هنا لحد هنا وما تبقيش لا شد ايدك قوي ولا مريحي. بعد ما اشتغلت السلسل هترتفعي السطر الاول سلسلتين. وحترجي لفة على الابرة وحتدخلي هتسيب السلسلة الاولى والتانية وحتدخلي على التالتة تشتغلي بواها عمود بلف. يعني بترجي عدد اللفات على مرتين بالشكل ده. ارتفعنا ايه سلسلتين اتنين بس. هتدخلي بعد كده على السلسلة اللي بعدها وتشتغلي عمود بلف. والسلسلة اللي بعدها عمود بلف. وحتبط لي شغالة كده على كل سلسلة هتشتغلي عمود بلفة لحد اخر السطر. يعني على كل السلاسل اللي انت اشتغلت هيهم هتشتغلي على كل سلسلة عمود بلفها لحت الاخر السطر. ده كده السطر الاول عندك وزي ما تشوفها كده درجتنا الريف اللي هتلاقيها ايه? هتلاقيها مصبطة محكاية بالشكل ده. تمام? السطر التاني هترتفع سلسلتين. يعني عندنا احنا هنا كل سطر ارتفاع وسلسلتين بس في السطور اللي فيها الاعمل. وحتلف الشغل وحتخلي لفة على الابرة وحتدخلي على نفس العمود اللي احنا ارتفعنا فوقي لان احنا ما بنحسبوش السلسل جهة عمود. سلسل جهة فيها بس. فهتدخلي على اول عمود في السطر اللي تحت. وحتشتغلي عليه عمود ايه? عمود بلف. وعلى اللي بعده هتتشتغلي عليه عمود بلف. والسطر كله هيبقى عندك على كل عمود. هتشتغلي عليه عمود بلف. على كل عمود كده هتدخلي وتشتغلي عليه عمود بلف. هترضالي شغيلة كده. لحد اخر السطر هتشتغلي على كل عمود عمود بلفة. لحد اخر عمود عندك هتشتغلي عليه عمود بلفة. يعني هتشتغلي اخر عمود بلفة على العمود. هتشتغلي بالسلسل. السلسل دي ارتفاع بس ما بتلحسبش معيني. انت هتقرري السطر الاعمدة ده لحد ما يبقى عندك ست اسطور من الاعمدة. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلنا ست اسطور من الاعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. تمام كده? احنا دلوقتي عندنا عدد الاعمدة نفس عدد السلسل. انت هتشوفي عدد الاعمدة كان عندك قد ايه? اللي هو عدد السلسل يعني. فانا كان عندي ستة وخمسين. فحتقسميه على اتنين. يعني هيطلع عندي انا تمانية وعشرين. تمام? انت بتعملي ايه? بتعملي كده. عشان احنا هنعمل علامة على نص الاعمدة. هتعملي كده. هتتأكدي من اول هنا لحد هنا عندك ايام عمود. فانا هعدي كده. هقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وحدوشرة اتناشر تلاتة اوشرة خمسة اوشرة ستة اوشرة سبعة اوشرة تسعة اوشرة عشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. النص بالزبط ازا ما قلت لك كده. فانت هتحط علامة على النص بالزبط اي ان كان عدد الاعمدة عندك. هتحط علامة كده على النص. وزا بانتش شايفة كده لما نقسم بالنص يطلع النص هو ايه? بالزبط كده ماشي معينا بالزبط. احنا دلوقتي هنسيب النص الاوليني ده مش هنشتغل عليه. تمام? عشان دله هيبقى عند القدم من فوق. يعني هيبقى في الجزء ده كده. تمام? اما الجزء اللي قدين ده هنشتغل عليه في الاول منزلقات. وبعد كده هنشتغل نص عمود. وحنلف تاني ونشتغل نص عمود ونيجي عند المنزلقات. نشتغل عليها منزلقات. ده اللي هيديني الشكل اللي شفتيه اول الفيديو. انا دلوقتي هشتغل على اول حداشر عمود حداشر منزلقة. وبعد كده هشتغل لحد العلامة نص عمود. انت برضو هتشتغلي في الاول حداشر منزلقة. ايا كان العدد عندك. وبعد كده هتشتغلي العدد النص عمود حسب ما عندك العدد الاعمدة قد ايه. تمام? عايزة تخليهم اتناشر منزلقة. هتخليهم اتناشر منزلقة. عايزة خليهم اكتر او اقل برحتك. بس انا هنا هخليهم حدوشة المنزلقة. احنا دلوقتي هنلف الشغل ونبدأ نشتغل المنزلقة. تمام? فانجي هتلف الشغل وتعدليه كده. وهتدخلي هنا على الحلقة الخلفية للعمود اللي تحت. يعني اتي عندك العمود لحلقتين وهو فوق. واحدة قدام واحدة وراء. احنا الشغل كله هيبقى عندنا في السطور اللي جاية دي في الحلقة الخلفية. يعني في الحلقة اللي من هور. تمام? فاحنا هنا هنبدأ بعمل الحدوشة المنزلقة. انتي حتدخلي على اول عمودة عندك وعلى الحلقة الخلفية اللي هي دي كده. تمام? وهتشتغلي منزلقة. يعني حت طلعي اللفة كده وتعديها من على اللفة اللي على الابرة. وهتسيبي ايديك سنة صغيرة كده عشان في السطر اللي جاي ما تبقاش المنزلقة ضيقة معيك. وهنا حنبدأ نشتغل المنزلقة التانية. حتسيبي اول لفة. وهتدخلي على الحلقة اللي وره. تمام? وهتسحبي كده وتعديها من هتلفل لغا الابرة. فانتي كده اعملت تاني منظلقة. تالت منظلقة بنفس الطريقة على الحلقة الخلفية. تسحبي اللفة كده. وتعديها من هتلفل على الابرة. وطلع ايديك سنة كده عشان تدخلي في السطر اللي جاي ايه بسهولة ومستجعها. هتدخلي على الحلقة الخلفية وتشتغلي الرمى. على الحلقة الخلفية وتشتغلي الخمسة. كده ستة. سبعة وكله على الحلقة الخلفية زي ما انت شايفة كده تمام كده تمانية تسعة عشرة حدوشك على الحلقة الخلفية يبقى انت كده فهمت حاجتي اول حاجة ان كل الشغل على الحلقة الخلفية وتاني حاجة انك وانت بتشتغلي المنزلقة لما بتسحبيها بترفع ايدك لفوق سنة عشان حاجتين اول حاجة لما تيجي تدخلي في السطر اللي جاي تبقى مصبوطة معيك وما تعوديش بقى تدخلي الابر بالعافية وتاني حاجة عشان ما يكشكش معيك من هنا وتبقى الحتة دي مضيئة كده تمام يعني تبقى مكشكشة من هنا دياحي ايدك عشان تطلع الشغل مصبوطة كده احنا اشتغلنا حدوشة المنزلقة عايزة تحطي علامة كده على المنزلقة الحدوشة عشان ما تتلغبطيش كده وتعديها في السطر اللي جاي تمام حطي العلامة حافظها بقى وحتعدي وعارفة الشغل شكله ايه ما تحطوش تمام بس حطيها اقمى يعني هنا بقى حنبدأ نشتغل النص عمود والنص عمود برضو على الحلقة الخلفية يعني على الوضع دي تمام هتبدأي تشتغلي النص عمود فاحنا كده هندخل نشتغل اول نص عمود بقى عندنا كده تلات لفات كأنه عمود بس احنا عشان هنقضل تلات لفات مع بعض فبقى ايه نص عمود يعني النص عمود هتدخلي على الحلقة الخلفية وتسحبي اللفة فبيبقى عندك تلات لفات بتغطيهم التلاتة مع بعض ده كده النص عمود احنا هنكمل لحد العلامة على كل عمود من اللي تحت دول هتشتغلي على الحلقة الخلفية منه نص عمود هتدخل يعلي بعضه على الحلقة الخلفية منه تشتغلي نص عمود والحلقة الخلفية هي لما مشتغل لها بتبقى الحلقة الامامية قدامنا وهي اللي بتدينا الشكل الباجز الحلو ده تمام فانت كده جزء ده هنشتغله على الحلقة الخلفية هتشتغلي على كل حلقة خلفية للعمود نص عمود وهتكملي كده لحد العلمة عدد الاعمدة هنا معيك بنص عمود هيختلف عندك حسب بعدد السلاسل انت عاملها في البداية فانت قسمتها بالنص والنص هنا هيطلع مختلف لو انت عندك الخط وفيع او سميك انا هيطلع عندي هنا 17 نص عمود انت هيطلع حسب عدد ايه نص السلاسل اللي انت عاملين فانت هتكملي كده لحد العلمة وحاجة اكمل معي ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلت اخر نص عمود على العلمة وزا ما انت شايفة كده الشغل من هنا نازل معينا ومن هنا طلع وهو ده اللي بيدي الشكل الحلوي اللي في الاكل cabe السطر التاني هنشتغلو بقى ايه هنرجع تاني بالشغل معين حتى ارتفاعي في الاول سلسلتين مدول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معينها هيك هتغسي لفها على الابره حتليف في الشغل وهنا هتدخولي على الحلقة الخلفية للنص عمود وهين برضو السطر كله هنشتغله على الحلقة الخلفية يعني الجزء ده كله الشغل على الحلقة الخلفية للنص عمود او المنزل. انتي بقى فين الحلقة الخلفية? سيبك بقى من اللي قدامك دي ما تتغشيش فيها وتقولي هيجي الحلقة الخلفية. لأ انتي عندك هنا النص عمود في لفتينهم. يعني دي كده ما تشتغليش عليها وما تعداش هي الاولى. انتي هتدخلي كده. تمام? وحتدخلي على التانية. التانية هي بين معينة. يعني انت كده هتلاقيها هي التالتة بالنسبالك. وهتشتغلي ايه نص عمود. وعرفت خراص ان النص عمود بتاخددي عدد اللفات مع بعض. حتدخلي كده على الحلقة الخلفية وتبقي واغد بالك ان الحلقة الخلفية تعتبر تالت لفة. تالت حلقة يعني عن دين. تمام؟ وحتدار يتشتغلي على كل حلقة خلفية للعمود. هتشتغلي عليها النص عمود. الحلقة الخلفية النص عمود اللي تعد. هتقدر يتكروري كده لحد ما توصلي لآخر نص عمود اللي هو قبل العلامة اللي عليها المنظلة. وزا ما انتي شايفا كده هتحنا شاكل حلو ده بتاع لايه كأنه يسل هنا كده. تمام? انا كده اشتغلت على كل نص عمود نص عمود على الحلقة الخلفية وده رهده الشكل يعني. كده احنا وصلنا للمنزلقة اللي عليها العليمة. فانت هتشيل العليمة. تمام? هنشيل العليمة خلاص. وهنبدأ نشتغل للمنزلقة. عايزة تركبي العليمة تانية هتركبيها. عايزة تعجي بقى وتبقي شغالة بالعب يعني انا مسلا هنا عملت السبعتاشر نص عمود. فحيجي عند السبعتاشر ما خلصه حد اشتغل الحدوشة المنزلقة. انت برضو تشوفي عدد النص عمود كام? وعند ما تبدأي عنده تعجي او انك تركبي العليمة. احنا دلوقتي همدخل نشتغل على المنزلقات دي على كل المنزلقة منزلقة. فحتعجي برضو عشان ما تتلغبطيش. وهقول لك ليه في الاخر. كده واحد. ودخلين ما استليحه هو. لان احنا ايه? ما شدناش ادنا واحنا بنشتغلوا المنزلقة. كده اتنين. كده تلاتة. وعلى الحلقة الخلفية. تمام? مش عارفة بق بين معيكي ولا قبسي على الحلقة الخلفية. كده اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. تمام? عشرة. اللي المنزلقة الحداشر دي كانت بداية السطر اللي تحت. فجي هتلاقيها مجدرية معيكي كده. يعني هتلاقيها مش باينة ان هي ايه? ان هي منزلقة. فانت برضو بتروحي دخلها عليها كده على اللفة نفسها اللي احنا كنا ارتفعنيها. هتبقى صعبة معيكي شوية. بس ايه ما تنسهيش عشان هتنقص معيكي العدد. هتدخلي كده عليها. تمام? وهتسحبي اللفة. وهتعديها وكده احنا ايه عملنا منزلقة الحلوش. بتبقى متجهية معينا. فانت تخلي بالي. تمام? هنرجع تاني بقى ونشتغل. على كل منزلقة منزلقة وعلى كل نص عمود نص عمود. كده الشكل عندك زي ما انتي شايفة كده. تمام? فاحنا هنلف الشغل وبنلف الشغل بالطريقة دي ما بتلفوش كده بقى عشان ايه? الفتلة ما تطلعش ايه تغتت عليكي كده وانتي بتشتغليها. هتلف الشغل بالطريقة دي كده. تمام? وهتدخلي كده على اول منزلقة عندك. وحتشتغلي عليها منزلقة على الحلقة الخلفية. تمام? تدخلي كده وتسحب اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الابرة. وزي ما بقولك يا جيري ما بتبقاش باينة معينا لما بنجي في في السطر اللي بعده في الاخر فانت تتخلي بالي وتدخلي عليها. وهتدخلي بقى شغالة على كل منزلقة على الحلقة الخلفية منزلقة وتكون يمسي بقى ايدك سنة كده عشان لما تجد تدخلي تبقى تخلى ايه مستليح. تمام? هتبدلي شغالة كده على كل منزلقة منزلقة. لحد ما توصلي للحلقة منزلقة تبدأي تشتغلي. والعدد هنا عندك ممكن يبقى مختلف عن عندي. هتشتغلي على كل نص عمود نص عمود. وهنا احنا اشتغلنا كده سطرين. تمام? انت هتكمليهم لحد ما يبقى عندك حدوشة سطر. يعني هيبقى عندك حدوشة سطر من النص عمود حتعديهم كده تليهم حدوشة سطر. اه او انك برضو لو حيطلع كبير قوي معاكي حقا لو الخيط سميك ممكن تخليهم تسعة. تمام? ليه بقى? لان هنا احنا عندنا الكزء ده عامل زي البلسيك كده يعني بيوسع معنا واحنا شغالين. فما تحاوليش تزاوديها عشان لما تلبسيه ما تلاقيهوش وسع معاكي من قديم. انا هشتغلهم حدوشة عشان شغلة بصنق الخيط اللي شفتيه لو انت شغلة قسمك هتخليهم تسعة. تمام كده? فانت كده الشكل عندك بعد ما اشتغلت الحدوشة سطر. تمام? زي ما انت شايفة كده من تحت مضموم ومن فوق اوسع شوية. اشتغلنا كم سطر? اشتغلنا حدوشة سطر. هتعدي من اول هنا كده. هتلاقيهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشة. وزي ما انا قلت لك لو الخيط سميك معاكي هتخليهم تسعة بس. احنا دلوقتي هنشتغل برضو نفس الست سطر دول هنشتغلهم دلوقتي في الجنب ده. تمام? فانت عشان نشتغل الست سطور هتشتغلي عدد السلاسل بتوعي الاعمدة اللي انت سبديهم هنا. يعني انا افترض ان انا هنا عملة ستة آآ ستة تمانية وعشرين عمود فهشتغل هنا تمانية وعشرين سلسلة. عشان لما اشتغل عليهم يرجع عدد الاعمدة زي عدد الاعمدة اللي في النحيات تاني. انت برضو هتشوفي عدد الاعمدة عندك هنا كام? وحتعملي نفس عدد السلاسل في جنب لي. فانا كده هشتغل تمانية وعشرين سرسل. هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هكملهم كده لحد ما يبقوا عندي تمانية وعشرين سرسلة وانتي هتكمليهم لحد عدد السلاسل اللي هو عدد نص الاعمدة اللي احنا اشتغلناها. تمام? انا كده اشتغلت نفس عدد السلاسل اللي هي هنا نفس عدد الاعمدة. بعد ما خلوص اشتغلت عدد السلاسل هنا هنبدأ نشتغل على السلاسل دي اعمدة. فعدل اتفع السلسلتين. هتبتقي تدخلي على تالت سلسلة. وتبتقي تشتغلي على كل سلسلة عمود بلف. على كل سلسلة من دول كده هتشتغلي عليها عمود بلف. تمام? فانتي هتشتغلي على كل سلسلة عمود بلفة لحد ما توصلي لحد دقيقة سلسلة. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتش على كل سلسلة عمود. تمام? هنا هنبدأ بقى نشتغل على النص عمود على كل نص عمود نص عمود بس هنشتغل على الحلقة الامامية الحلقتين مع بعضة عايزة زي ما كنا شغلين في الاعمدة تحت. يعني بقى مش هنشتغل على الحلقة الخلفية والحيك. فحتدخلي على اول نص عمود عندك كده. تمام? هناك كده دخلت على اول نص عمود عشان ما كنتش مالك انا الكاميرا. وعمل تعليل عمود. هتدخلي كده على الحلقتين بقى خلاص مع بعض مش على حلقة واحد. وهتشتغلي على كل نص عمود عمود عشان نرجعهم تاني عميدة. على كل نص عمود. هتسيب الحلقة اللي قدامتيا عشان كده قلتلك عليها ايه? دي حلقة بس عشان كنا مش تغالها الحلقة الخلفين. وهتدخلي كده على الحلقتين مع بعضة خلاص تشتغلي على الحلقتين على كل نص عمود عمود. وهتزاي تشتغلي كده لحد ما توصلي لاخر نص عمود, كده اشتغلنا على كل نص عمود عمود كده ما تشايفكي بصي الشكل anyhow. الجميل الزين. تمام? هنا هنبدأ بقى نشتغل على كل منزلقة عمود بردو. هتدخلي كده وعلى ايه على حلقتين بردو. تمام? يعني مش على ايه الحلقة الخلفية. خلاص احنا كده بدأنا نشتغل تاني اعمدة زي ما كنا عاملين في اول الصدق. هتدخلي كده على الحلقتين وهتشتغلي على كل منزلقة عمود بلفة. هتدخلي كده تشتغلي على كل منزلقة عمود بلفة. لحد اخر الصدر وما تنسيش اخر منزلقة اللي هي اللفة جيت تشتغلي عليها برضو عمود بلفة. بعد ما اشتغلت على كل منزلقة عمود ما تنسيش اخر عمود. هتدخلي كده على اخر منزلقة اللي هي كانت اللفة اللي احنا في الاول خلص عملنيها اللي هي المنزلقة الاولى. هتشتغل عليها عمود. تمام? تبقى احنا كده خلينا عدد الاعمدة نفس عدد المنزلقات وهنا عدد الاعمدة نفس عدد نص عمود وهنا عدد الاعمدة نفس عدد نص السلاسل اللي اشتغلناها في الاول فردعنا نفس العدد هو هو بنفس الطريقة يعني الكزء ده هو هو نفسه عدد الاعمدة اللي في الكزء تي هنا بقى هتبتيجي ترتفع السلسلتين زي ما كنت بترتفع الاول وحتلف الشغل بالطريقة دي وحتدخلي على اول عمود عندك وتبداي تشتغلي على كل عمود عمود بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في بداية الشغل خالص على كل عمود هتشتغلي عمود وعلى الطرفين برضو مع بعض خلاص نفيش حرسنا طرف خلفي تمام عشان احنا عايزين نفس الجزء ده يبقى هو هو شبه الجزء ده بصد فانتي هتكملي كده على كل عمود بقى خلاص احنا هنا بقى عندنا عمودة هتشتغلي عمود واخر عمود بتشتغليه على اخر عمود حدك هتكملي كده وهتشتغلي لحد ما تكمليهم 6 سطور نفس دول يعني هيبقى عندك هنا 6 سطور وهنا 6 سطور هتكملي كده وهيجع اكمل معك احنا كده كملناهم 6 سطور زي ما كنا شغالين في الجنب التاني فكده عندنا 1 2 3 4 5 6 6 سطور وهنا برضو كنا شغالين في الاول 6 سطور 1 2 3 4 5 6 يعني الجنبين دول كده قد بعض وده كده الشكل من قدام تمام وده كده الشكل ايه من الجنب احنا دلوقتي القطع الوحدة دي هنشبكوها مع بعض فانتي هنا عندك ده كده الوشة عندك تمام انت عندك شغالة ده ممكن تشبكي باي طريقة زي ما انت عايزة على اي وش فيه بس انا شايفها ان ده كده هيبقى الوشة عندنا الا الاعمدة فيه وشها هو ده سطر الاول في الاعمدة هتلاقي ده الوش وده الوش فده الافضل عشان يبقى شكله احلى اما لو ركبتي مش هيبين معيك اصلا بس انا بحب ايه تبقى الاعمدة والشهر اللي في السطر الاول هو اللي ايه لبين من قدام احنا دلوقتي هنشبك الجزئين دول في بعض يعني هنشبك ده كده كده بدا فانتي هتقصي الفتلة وهتسيبي منها حيطة كبيرة كده عشان خطر هنخيط بابرة التأفيل عايزة تقفليها بمنزل كوت او عايزة تقفليها بحشو براحتك بس انا هنا هقفلها بابرة التأفيل انا كده دخلت الخيط جوة الابرة وانا هنا بشتغل بابرة مناك جده عشان هي دي المتوفرة معي انت ممكن انت ممكن لو ما عندكيش تشتغلي بابرة ايه المناك جد برضو تمام احنا هنا هنتمي الشغل كده تمام وهنجيب الاعمدة كده نخليها قدام بعض اول عمود على اول عمود وهتزبطي كده فهتساوي معي واحنا كده هنشبكه من هنا لحد هنا بس تمام وهنرجع نشبك الجزء ده كده عايزة تقطع الفتلة لو تبقى بضيت التشبك عندك من هنا كده وتشبكيه لحد الاخر براحتك انت كده هتجيب الشغل وهتخلي اول عمود قدامه اول عمود يعني اول عمود عندك اهو هتخلي قدامه اول عمود كده وحتدخلي الابرة على اول عمود عندك دخلي الابرة كده وهتسحبي الفتلة وهتعجيها تاني من على اول عمود عشان تسبتها حلو تمام وهنا بقى هنبدأ نشبك اول عمود اشبكنا في اول عمود هتشبكي تاني عمود قصده تاني عمود هتدخلي الابرة على تالت عمود وتطلعيها من تالت عمود انا تدخليها على ثاني عمود اهو تمام واحتطلعيها من ثاني عمود بعد كده هتروحي على ثالث عمود تدخليها على ثالث عمود وتطلعيها من الثالث عمود اللي قدامه. بتعملي كده ليه عشان خطر ميطلعش في اخر السطر معاك بقى في عموديين تلاتة طالعين لبرا عن الاعمدا البقية. فعشان كده انت بتروحي ان اول عمود يبحقى لأول عمود والتاني التاني وهكذا. احنا كده على الجابع اهو والجابع التاني قدامه. انت بقى وانت بتشبكي كده. خلي عندك طولة بال شوية وشبكي بشويش. هتدخلي كده. وهتدخلي على ايه? على العمود اللي قدامه. وهتزبطي كده. وهتبضلي السطر كله ماشيا بالطريقة دي. قدامك عمود. اهو. هتدخلي على العمود اللي قدامه. تعدل الخير كده وتشبكي. هما تشدش ايدك قوي برضه عشان ايه? ما يكالك عشي معيك. هتبضلي تشبكي بالطريقة دي كده لحد اخر السطر. تمام? بنفس الطريقة كده. تمام? وزي ما انت شايفة كده من نهر الظهر متشبك معيك هم اللي ده هيبقى الوشة عندنا. هتبضلي بقى تشبكي كده لحد ايه? لحد اخر السطر هنا. بعد ما نشبكه لحد الاخر هنيجع بقى نشبك ده اللي بيبقى فضائف عند الادر من وقت. بعد ما شبكنا خلاص واخر عمودة هو جاء على اخر عمودة عندنا. هتسبتي جيمة كده. تمام? وهتعدي كده الابرة تسبتيها ايه من عن مطرح مخيات دي كده. تمام? وهتقفصي بقى خلاص الخيط. كده احنا شبكنا وده كده شكل التشبك معيك ياهو من جوه ومصبوط الحمد للنفوش اي حاجة. حنيجي هنا برضو على الجزء اللي هو بيبقى من وره. تمام? وهنشبك الجزء مع بعضه كده برضو بايه? بابرة التقفيل. فانت حتجيبيه الاعمدة كده. وهتشبك ايه. هتزبطيهم برضو على بعض عشان ايه ما يطلعش واحدة في الاخر تلاقي الحتة دي عالية. وهتروح جاية مش شبكة بالطريقة دي كده. عايزة برضو تشبك زي ما قلتلك بمصريكات او بابرت او بمقحش وراحتك برضو. حسب ما حسب اللي رياحك وحسب اللي ايدك اسهل فيه. تمام? هتكملي كده لحد الاخر. بعد ما شبكتي خلاص الاخر عندك اهو هتو حجاية ايه? مش شبكهم جامد عشان ما يفكش مني. تمام? هتشبكيها كده داني. وتقصي برضو الخيط. بعد ما قصيت الخيط خلاص هتقليبي ببقى الشغل بيضاحة كده. وهتزبطيه عشان هو محتاج تزبيط طبعا عشان ما ترحي الخيط ده. وده كده الشكل معي وفي اللبس هيبان اكتر كمان وهيتزبط اكتر. احنا دلوقتي حنلفة حوالينا الرقبة. وحنعمل صور اول سطرة منه عبارة عن اعمدة. والسطور اللي بعدها هتبقى عبارة عن عمود امامي وعمود خلفي. وده بيبقى عمود زي الاسدك. بيساعد على ان الاكلوك يبقى مسك على الرجل من فوق. فانت هتعمليه وقدة البداية وحددخليها هنا على اول عمود عندك. هتسحبي اللفة كده. وهنا هنشتغل السطر كله اعمدة. في الاول هنشتغل على كل عمود عمود وبعد كده هنشتغل على كل سطر من النص عمود عمود وبعد كده هنرجع هنلفه ونشتغل على كل عمود عمود. هتا يتفعي سلسلتين وسلسلتين دور سلسلتين ارتفاع بس. هتغدي لفة على الابرة وحتدخلي على العمود تشتغلي عليه عمود بلف. على العمود اللي بعده عمود بلفة. وعلى كل عمود من الاعمدة هتشتغلي عليه عمود بلفة. لحد ما توصلي لحد السطر اللي هو بقى قدام اللي فيه نص عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود. هتفضلي تقرري كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد السطر اللي فيه نص عمود انا حجاوريكي هنشتغل عليه ازاي بعد ما اشتغلت خلاصة على كل عمود عمود ووصلتي للنص عمود هتدخلي على اول نص عمود عندك تشتغلي عليه عمود على اللي بعده هتشتغلي عليه عمود على اللي بعده هتدخلي وتشتغلي عمود يعني انت هنا كان عندك 11.5 عمود هيبقة عندك 11 عمود فوقه عشان ما توصعش معيكي على كل nص عمود هتشتغلي عليه كده على ٥ فاتفاعه كدا. هتشتغلي عادي عمود بلفن. تمام؟ فانتي كده هيجي عندك tenemos عدد النصف عمود عدد الاعمد EL-11. هتشتغلي الحد هنا كده على كل نصف عمود عمود وبعد كده هتلفي وحتشتغلي على كل عمود عمود وهنا العمود هتشتغليه على السلسلة يعني هتشتغليها العجمب التاني من السلسلة تمام. هتلف كده لحتى اخر الصدق وحتكمل معي. ت Storage كدا الشكل عندك بعد ما اشتغلتش كل عمود وعلى كل نصف عمود عمود وعلى كل عمود عمود ورده. تمام? فكده احنا خرص وصلنا للاخر. هتدخلي كده على العمود وهتعملي عليه منصري. كده انت قفلت خرص اخر الصدر. تمام? احنا دلوقتي اح نشتغل سطور من العمود الامامي والعمود الخلفي. وده هيديه هيعملك زي استك كده هيخليلك اللاكلوك آآ يجيء من فوق شوية ويمسك على جكل. وكل ما بترتفع في السطور كل ما بيجيء معك اكتر. فانا هنا هشتغل حوالي اربع سطور من العمود الامامي والعمود الخلفي. عشان الرقبة بتاعتي تبقى صغيرة كده. انت عايزة تطوليه براحتك. يعني عدد السطور ده في ايدك انت. فانت اول حاجة تعملية هترتفعي سلسلتين. تمام? وهنا السلسلتين دول مش هيبانوا معينا عشان احنا بنقفل في ايه في اول عمود عندنا. فتوب يديه هو. هتدخلي كده من وراء العمود. وتسحبي اللفة وتشتغلي عمود عادي. ده كده اسمه عمود امامي. تمام? العمود اللي بعده بتدخلي من ضهر العمود. وتعدي الابرة وتسحبي اللفة. تمام? وتطلعي بيها كده. وتغضي كل لفتين مع بعض. ده كده اسمه عمود خالفي عشان ده خلنانهم الضهر. الخالفي يعني. حتكررت نفس الطريقة. حتدخلي كده وتشتغلي عمود امامي. تسحبي اللفة كده. وتغضي لفتين لفتين. ده كده العمود الامامي. وبعد كده تدخلي كده. من الضهر وتسحبي اللفة. وبتغضي لفتين لفتين ده كده عمود خالفي. السطر كله حيمشي معيك بنفس الطريقة كده. عمود امامي وعمود خالفي. عمود امامي وعمود خالفي. على العمود ده عملتي عمود امامي. هتشتغلي على اللي بعده عمود خالفي. وزا ما انت شايفة كده العمود الامامي والخالفي. هما هما نفس العمود. بس الفرق في دخول الابر. مرة بتدخليها من قدام العمود. ومرة بتدخليها من ضهر اسم عمود خالفي. تمام? هتفضلي تكرري السطر ده كده. بنفس الطريقة. عمود امامي وعمود خالفي لحد الاخر السطر. ده كده اخر السطر عندك. بعد ما اشتغلتش السطر كله. عمود امامي وعمود خالفي. تمام? أخر الصدر عندنا عمود خلفية هتدخلي على العمود كده وتقفليب منصلق وزا ما انت شايفة كده السلسلتين مش بيين معينا بيناه العمود الخلفي وبعدين العمود الأمامي هتكتفعين السلسلتين وعلى العمود الخلفي العمود الأمامي هتشتغليها امامي يعني هو قدامك اهو بارس بها يعني هتروح هيجاية كده كده وعمل عليه اعمود امامي ده عمود خلفي من الضهر هو يعني بارز من الضهر مش بارز من قدام دخل لجوه يعني هتدخلي عليه كده وتشتغلي عليه عمود خلفي لقيت العمود الامامي هتشتغلي عليه عمود امامي والعمود الامامي بتدخلي الابرة زي ما انت شفت كده من قدام العمود اما العمود الخلفي بتدخلي الابرة من ضهر العمود وتسحب اللفة وبتغطي كل لفتين مع بعض يعني العمود الامامي الابرة بتبقى مش باين عني بتبقى بتطهر العمودة هي داخلة وراءة. تمام؟ وبتسحب اللفة وتخدي كل لفتين مع بعض. اما العمود الخلفي الإبرة بتبقى داخلة من وراءة كده. فبتبقى هي الإبرة اللي باينة عندك والعمود اللي متدين. فبتسحبي اللفة وتشتغلي العمود الخلفي. وحتقرري السطر كله لحد الاخر على كل عمود امامي. عمود امامي وعلى كل عمود خلفي. عمود خلفي هتشتغلي. انا هشتغل اربع سطور يعني هيبقى الجزء ده عندي كده خمس سطور منهم اربع سطور عمود امامي وعمود خلفي انت عايزة تشتغليهم اربع هتشتغليهم عايزة تشتغليهم ستة عايزة تشتغليهم تلاتة زي ما انت عايزة يعني طول جاء ابدا زي ما انت تحبي فانا هخلص كده وانجي اكمل معي اخر الصدر بعد ما اشتغلنا خلاص العمود الخلفي هتدخلي كده وهتقفليه بمنظركم وهتسحبين الابرة بقى كده وتقصي الخيط وتسبتين الابرة التلفيل احنا كده اشتغلنا انا عن نفسي اشتغلت خمس سطور السطر الاساسي اللي احنا اشتغلنا كله اعمدة واشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة من العمود الامامي والعمود الخلفي وده كده الطول بتاع الجائبة وانت تعملي طول الجائبة زي ما انت عايزة زي ما قرتلك انا دلوقتي هتسبت الخيط وحركب اللاكلوك في الادم عشان هو بيك يشكلوين ده كده شكل اللاكلوك بعد ما خلص معينا زي ما انت شايفة جميل كده وجائي خالص ونفروش اي حاجة وشغله كمان سهل جدا ده اللاكلوك اللي احنا اشتغلناه اشتغلناه لمقاس ستة وتلاتين سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين وتتسعة وتلاتين كمان لانه بيمط معينا في اللبس تمام؟ انت لو حبيتي تقبريعا كده هو اللاكلوك اساسه ان انت بتغدي مقاس طول القدم فده سهل خالص وهتغديه بسهولة وهتقدري شغالة زي ما احنا اشتغل انت هنا عايزة تقبريه بقى فبدال ما حتعملي ستة سطور حتعملي سبعة يعني حتعملي سبعة من جنبي ده وحتعملي سبعة من جنبي ده فبكده حتلاقي اللاكلوك معاكي كبر لكن اللي في النص ده خليه سابت معاكي عشان ده بيمط فما يوسعش معاكي بعد كده ويوسع معاكي اللاكلوك يبقى انت لو حبيتي تعملي مقاس رجالي مثلا او مقاس اتنين واربعين تلاتة واربعين هتخليه سبعة سطور من كل جنب وهيبقى كده بس الاختلاف اللي فيه وهتطولي طبعا في الرقب تمام؟ حبيتي تصغري بقى هتعملي ايه؟ برضو هتعملي طول القدم زي ما احنا عملنا كده حسب السن اللي عندك وهنا بقى انا اشتغلت خمس سطور بس يعني اشتغلتها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وخمسة من الجنب التاني وخليت الجزء ده كده عندي آآ سبع سطور فكده صرار معايا ويلبس مقاس سنتين تلات سنين اربع سنين حبيتي بقى تكبري عن كده انت خلص فهمت الطريقة اللي هتكبري بيها هو هو المقاس بتاع القدم ثابت اما الشغل كله في التطويل هنا وهنا وفي الجزء ده وتقدري تقولي كده ان انت هتقسميه على تلتة هيبقى تلت وتلت وهنا اكبر شوية من التلتة حاجة بسيطة تمام انا كده خلصت معيك الفيديو ووضحت لك ازاي تكبري او تصغري لك ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد والحد ما نتقابل اسابكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته